أعلنت سلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلية المستمرة على القطاع إلى 28858 شهيداً بالإضافة إلى 68677 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي تقريرها اليومي أشارت سلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي تسع مجازر بحق المدنيين في القطاع خلال الساعات الأربع ولا عشرين الماضية ما أسفر عن استشهاد 83 شخصاً وإصابة 125 أخرين اليوم الرابع والثلاثون بعد المئة ولا شيء يحيي الضمير العالمي الغائب بما في ذلك عشرات الآلاف من الشهداء والضحايا وما زال الاحتلال الإسرائيلي يمارس قصفه الوحشي على قطاع غزة بلا رادع أممي بل وبمباركة ومساعدة أمريكية ففي البيت الأبيض حيث يقولون ما لا يفعلون ادعت الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وفي نفس الوقت تتحدث صحيفة ووليسريت عن أن الإدارة الأمريكية ذاتها تستعد لإرسال القنابل وغيرها من الأسلحة إلى إسرائيل لتعزز جرائمها الإنسانية بحق الفلسطينيين وبشحنة قيمتها عشرات الملايين من الدولارات تلك الأسلحة التي لا يوجهها جيش الاحتلال إلا إلى المدنيين في مساكنهم ومخيماتهم وترصدهم في رحلتهم من مكان لمكان وفي كل طريق يطرقونه ففي رفح ملازهم الأخير شنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على مخيم الشبورة وسط المدينة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والحدودية الجنوبية أما المستشفيات ومراكز الإيواء فهي الهدف الأهم لنيران دولة الاحتلال ففي مشهدية كئيبة اعتادها العالم المتمدين وأدار لها ظهره واصل الاحتلال جريمته باقتحام مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس حيث أصفر الاقتحام حتى اللحظة عن استشهاد العديد من المرضى بالرعاية المركزة والأطفال المبتسرين نتيجة توقف المولدات القهربائية وتوقف التنفس الصناعي لنفاذ الأكسوجين ليس هذا فحسب بل إن قوات الاحتلال أكبرت النساء والأطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة إلى مبنى الولادة متخذة من التواقم الطبية أسرى ومعتقلين كما واصلت طائرات ومدفعيات الاحتلال وزوارقه البحرية الحربية قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة واستهداف المباني والشقق السكنية في جنوب ووسط وشمال غزة متعمدين بذلك إبادة جماعية لمستقبل مخيفة يدركون تماما أنه لن يتركهم ينجون بجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض